اسم درس أتدرب على حل المسائل المسألة الأولى أولاً هيئة وكالة عقارية أرضاً تمسح 4.77 هكتار وفق الجدول التالي قطع الأرض حسب الوظيفة المساحة بالهكتار أرض مخصصة لبناء مساكن منفردة 3 على 9 المساحة الجملية الأرض أرض لإقامة مصالح إدارية واجتماعية 1 على 9 المساحة الجملية الأرض أرض مخصصة للطرقات والمناطق الخضراء ما تبقى من مساحة الأرض الجملية أرض لإقامة عمارات وحي تجاري 4 على 9 المساحة الجملية للأرض قدرت كلفة المتر المربع الواحد مهيئاً بـ 40 ديناران سلمت الوكالة العقارية للمصالح المختصة الأرض المخصصة لإقامة مصالح إدارية واجتماعية مجاناً أحدد قيس المساحة المخصصة للطرقات والمناطق الخضراء الإجابة أولاً العدد الكسري الذي يمثل مساحة الطرقات والمناطق الخضراء العدد الكسري الممثل للمساحة الجملية إلا العدد الكسري الممثل لبقية المساحات 9 على 9 إلا 3 على 9 مع 1 على 9 مع 4 على 9 يساوي 9 على 9 إلا 8 على 9 يساوي 1 على 9 المساحة المخصصة للطرقات والمناطق الخضراء بالهكتار المساحة الجملية في العدد الكسري الذي يمثل مساحة الطرقات والمناطق الخضراء 4.77 على 9 يساوي 0.53 هكتار ثانياً مساحة الأرض المخصصة لبناء المساكن المساحة الجملية في العدد الكسري الممثل لمساحة الأرض المخصصة لبناء المساكن 4.77 في 3 على 9 يساوي 14.31 على 9 يساوي 1.59 هكتار مساحة الأرض المخصصة للمصالح الإدارية والاجتماعية المساحة الجملية في العدد الكسري الممثل لمساحة الأرض المخصصة للمصالح الإدارية والاجتماعية 4.77 على 9 يساوي 0.53 هكتار مساحة الأرض المخصصة لإقامة عمارات وحي تجاري المساحة الجملية في العدد الكسري الممثل لمساحة الأرض المخصصة لإقامة عمارات وحي تجاري 4.77 في 4 على 9 يساوي 2.12 هكتار مساحة الأرض المخصصة للطرقات والمناطق الخضراء المساحة الجملية إلا مساحة الأرض المخصصة لبناء المساكن مع مساحة الأرض المخصصة للمصالح الإدارية والاجتماعية مع المساحة المخصصة لإقامة عمارات وحي تجاري 4.77 إلى 1.59 مع 0.53 مع 2.12 يساوي 4.77 إلى 0.53 هكتار ما هو العدد الكسري الذي يمثل هذه المساحة بالنسبة إلى المساحة الجملية للأرض من بين هذه الإمكانيات؟ 1 على 3 1 على 4 1 على 5 1 على 6 1 على 7 1 على 8 1 على 9 الإجابة العدد الكسري الذي يمثل هذه المساحة بالنسبة إلى المساحة الجملية للأرض هو 1 على 9 المسألة الثانية ثانياً في إطار إعداد تصميم منزل رسم بناء مستطيلاً قيس بعديه بالسنتيمتر ثلاثة واثنان ورسم محوري تناظره ثم رسم مستطيلاً ثانياً قيس بعديه بالسنتيمتر 11 وعشرة بحيث يكون للمستطيلين نفس المركز عين البناء رؤوس المستطيل الأول ورؤوس المستطيل الثاني معتبراً إياها مواقع إقامة الركائز التي سيقام عليها صقف المنزل يتطلب مناء الركيز الواحدة 32.500 دينار أجرة اليد العاملة 9 دينار وحدات من الخليط الإسمنتي بحساب 7.200 دينار الوحدة كمية نون الحديد تقدر بـ 12.500 دينار تمثل كلفة بناء الركائز 1 على 3 إقامة قاعدة المنزل أعيد الرسم الذي أنجزه البناء مع إبراز مواقع الركائز الحاملة للصقف الإجابة أحسب الأبعاد الحقيقية للمستطيلين معتبراً كل واحد سنتيمتر على التصميم يمثل في الواقع 1.2 متر الإجابة الأبعاد الحقيقية المستطيل الأول الطول 3 في 1.2 يساوي 3.6 متر العرض 2 في 1.2 يساوي 2.4 متر الأبعاد الحقيقية المستطيل الثاني الطول 11 في 1.2 يساوي 13.2 متر العرض 10 في 1.2 يساوي 12 متر أحسب الكلفة الجملية لركائز الإجابة عدد الركائز يساوي 17 كلفة الإسمنت 7.2 في 9 يساوي 64.800 دينار الكلفة الجملية للركائز 32.500 مع 64.800 مع 12.500 في 17 يساوي 1866.600 دينار أحسب الكلفة الجملية لقاعدة المنزل وركائزه الإجابة الكلفة الجملية لقاعدة المنزل وركائزه 1866.600 مع 1866.600 في 3 يساوي 7.466.400 دينار ترجمة نانسي قنقر شكرا